مرحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء. طلاب تانية سنوية عاملين يا ابطال. ربنا يكونوا بخير بصحة وسعادة. ربنا يعانكم ويفاءكم ان شاء الله عندنا النهاردة زمن المضارع المستمر. واكيد احنا خدنا كتير تقريبا من الابتدائي زمن المضارع المستمر ده. واكيد انت عارفينه بس في حشوية التفاصيل كده جداد لازم نعرفهم ان شاء الله مع بعض. وان شاء الله كل حاجة هتبقى سهلة وكل حاجة هتبقى آآ بسيطة بس عازك بس ايه تسيب لي ودانك كده اه وتركز معايا اه الربع ساعة او التلت ساعة اللي جادة دي وهتفهم كل حاجة ان شاء الله في الدرس ده والتفاصيل كتير لازم تكون عارفة في تفاصيل اكيد انت عارفة في تفاصيل انت ممكن تكون جيدة عليك فانا عازك تركز معا شوية وهتنتهي خالص من موضوع المضارع التام ده المضارع المستمر ده وهيبقى ايه سهل جدا بالنسبة لك تمام? تمام بس قبل نبدأ زي ما انا متعودين نصلى عنا بكده اللهم صلى على محمد وعلى عليه وصحبه وسلم آآ وطبعا الملف ده آآ موجود في جروب التليجرام نضم الجروب التليجرام وهتلاقيه في الملفات آآ بتاع الجروب ان شاء الله تمام تمام اول حاجة يا شباب عند ده المضارع المستمر بنسمي بنسمي ايه present continuous tense present continuous tense اول حاجة لازم تعرفها الاثبات تكوين الجملة تكوين الجملة زي ما انت عارف باجي بفاعل وام او از او ار وبعدين الفيرب بلاس اي ان جي وعايز اعرفك حاجة هنا عايز اعرفك حاجة اول ما تسمع كلمة مستمر اللغة الانجليزية اعرف ان الفعل الاساسي لازم بضيف له اي ان جي تاني اول ما تسمع كلمة مستمر ماضي مستمر مضارع مستمر آآ مضارع تم مستمر ماضي تم مستمر مستقبل مستمر اي حاجة زي كده اعرف اللي بتضيف لها اي ان جي تمام زي المثال ده انا اشاهد فيلم على التليفزيون في البيت سما ترسم ايه صورة هما بيلعبوا تنس في النادي الان تمام يبقى التكوين ام واز وار بلس اي ان جي النجاتف طبعا بترين في الفعل المساعد اي ام نوت از انت واي ار انت تمام اي ام نوت واتشنج فيلم اون تي في ات هوم او او اد ذا اوفيس انا لا اشاهد الايه التليفزيون او الفيلم على التليفزيون في المكتب وهكزا نفس الايه الفكرة تحت هنا تمام كده تمام السؤال بسأل بالفعل المساعد اللي موجود في الزمن للشباب كل زمن في افعال مساعدة خاصة بيه يعني مسأل المدارع المستمر ده المساعدة اللي في ايه تمام و somos فاسأل بيه طب هو الماضي البسيط الماضي البسيط المساعدة اللي في في فاسأل بدي مدارع بسيط فاسأل بدي معرف دي برضو باسأل بالفعل المساعد اللي موجود في الزمن وبعد كده بجيب بالنسبة للزمن له المدارع المستمر ازاي بمسأل ده هل اي فعل مساعد بجيبه في الاول في اي زمن بيبقى معناه هل بيبقى معناه هل وطبعا عارف الاجابة علي بيبقى ايس او نو هل تشاهد التلفزيون او هل تشاهد فيلم على التلفزيون في البيت هل سماء ترسم صورة هل هم يلعبون التنس في القلب الان تمام ده النوع الاول من اسئلة النوع التاني ببقى ادوات الاستفام بزود فقط ادوات استفام وبعدين نفس التركيب ام او از او ار والسبجكت او الفاعل وبعدين ودي الامثلة اللي عندنا اكيد طبعا تحافظ ادوات الاستفام اين تشاهد الفيلم من يرسم صورة ماذا يفعلون في النادي الان المبني المجهول مهم جدا 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 اهم حاجة من اهم الحاجات اللي هنقولها النهاردة اكتبت كده مهم اللي هي المبني المجهول المبني المجهول يا شباب طبعا انت عارف ان في المبني المجهول عموما في اي زمن لازم ابدأ بالايه بالمفعول تمام وبعد كده بجيب ام او از او ار في الازمان المستمرة بجيب بيينج والتصريف التالت تاني المبني المجهول بجيب المفعول ام و از و ار بيينج والتصريف التالت تمام بتاع نشوف مثال ولكن افلم مفعول ام او از او ار الفيلم ده مفرد فهجيب از وبعدين ايه بيينج اها بيينج تصريف التالت في الغالب ممكن ما بتذكرش الفاعل لان مش مهم انك تذكر اصلا تمام عايز اقول هنا يتم مشاهدة فيلم على التلفزيون في المنزل يتم مشاهدة فيلم على التلفزيون في المنزل تمام ما اذكرش الفاعل مين اللي عمل ما اعرفش ممكن يقول بواسطتي ولكن في الغالب مش بيذكر الايه الفاعل بس بيبدأ بالمفعول لان الحدث اللي حصل بيبقى اهم من مين اللي ام بي صورة او يتم رسم صورة يتم رسم صورة يلعب التنس في النادي الان تمام او يتم لعب التنس في النادي الان تمام يبقى صيغة المبني المجهول بابدأ بالمفعول بعدين ام و از و ار ام او از او ار بيينج والتصريف التالت تمام كده التعبيرات الزمنية او في قوية الاهمية الان او 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 في هذه اللحظة ما زال في الوقت الحاضر حاليا غدا بيتعبر عن المستقبل وهقولك الوقتي ان المطلع المستمر بيتعبر عن المستقبل في صيغة واكيد انت عارفها اكيد ان شاء الله يعني في المستقبل برضو بتعبر عن المستقبل والوقت ان شاء الله هنشرح الصيغة اللي بنعبر بيها عن المستقبل تمام تمام عندنا سهل وبسيط كده نشوفه مع بعض في ايه تمام بسم الله عندنا ست جمل كده بساط اه نشوف كده اه فيهم ايه بقولك هنا سلمة اند اي كليننج ده كيتشن انا وسلمة بننظف الايه المطبخ عندك هنا اي ان جي ام بي اي ام بيينج والله ار والله ار بيينج طبعا هتكون ار فقط ليه لان دول فاعل مش مفعول فمش هتنفع ام بيينج وام مش هتنفع لان هنا جمع تمام انت كانها ذي وار بيينج برضو مش هتنفع لانها مش مبنية ليه المجهول اه المطبخ ايه بقى بيت نظف ها المطبخ مش هنظف نفسه ده ما بنى المعلوم ايوة ايوة والاي والتصريف الثالث اه مش هينفع ده ما بنى المعلوم برضو ده ما بنى المجهول ولكن المطبخ مفرد فمش هينفع اجيبه ار فهاخد از تمام انا ممكن اقول ماذا تفعل في المطبخ فدي ممكن تنفع او عايز اقول ما الذي يتم في المطبخ ماذا يحدث في المطبخ ده برضو هتنفع يا شباب اللي هي بي وي سي تمام كده ممكن تنفع مبني المعلوم وممكن تنفع مبني للمجهول تمام تنفع مبني المجهول ليه لان ما ذكر ليش فاعل ما الذي يحدث في المطبخ او ماذا يتم في المطبخ تمام طب لو المبني المعلوم بسألك انت بقى ماذا تفعل في المطبخ رقم اربعة بقولك هنا از نادا ذا بيبي از نادا فيدنج ولا بينج فيد ولا فيدز ولا فيد انا عايز اقول هل نادا تطعم الطفل اه مبني المعلوم ولا مبني المجهول مبني المعلوم ليه لان هنا في فاعل اهو نادا تقام كده يبقى از نادا فيدنج ذا بيبي تبقى فيدنج مبني المجهول مش هتنفع ودي مضارة بسيط ما يجدع بيها ودي ماضي ما يجدع بيها لان في از هنا مضارة مستمر اذا بيبي اه اذا بيبي عايز اقول هل الولد او الطفل يطعم او يتم اطعمه يبقى ومفعوله بعد المفعول كنت باجي بيه ها والتصريف التالت يبقى ايه شباب مش هتنفع لان هنا لو قلت يبقى الولد الطفل ده فاعل اذا الولد او الطفل يطعم مش هتنفع مضارع مش هتنفع بعدها مضارع في وهنا برضو مش هتنفع رداينا بتراجع علشان الايه علشان الامتحان طبعا هتكون يا شباب في هذه اللحظة تمام اه مش هتنفع تمام لان هي بمفروض بس هي بمفروض او مش هينفع اقول ات سوفر حتى الان دي بتقوى في المضارع التام ما اجدعه بها هنا القطر دي دي بتدل على ايه على الماضي البسيط ما اجدعه بها تمام تمام ده كان تسخين كده للمضارع المستمر قد عازك في اهم حاجتين المبني المجهول والتكوين بتاعه المبني المجهول والايه والتكوين بتاعه طبعا نشوف الاستخدامات عندي كم استخدام كده مهمين جدا 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 استخدام المضارع المستمر في الحالات التالية وصف او السؤال عن احداث او مواقف تحدث الايه الان لحزة الايه لحزة الكلام لحزة الكلام عمر بي استحمى لذلك لا يستطيع ان يرد على التالي فون ده معنا ان الحدث مستمر لحزة الكلام هل انت تشاهد هذا البرنامج ما الذي تفعله تمام ده معناه اللي هو بيشاهد البرنامج المسال ده هو بيعمل حاجة الوقت حالا تمام دي بقى اول مثال في مشهور حاجة بتحدث لحزة الكلام تاني مثال وصف مواقف او احداث في الحاضر تختلف عما كان السائد او مألوف في الماضي تمام يعني حاجات بتحصل الوقتي ما كانتش بتحصل قبل كده ولكن حاجات عامة بقى تمام الشباب لا يقرؤون لا يقرؤون الاخبار هذه الايام في الوقت الحاضر او حاليا معظم المشاريع اه باي ايميل يمكن يعني تتواصل بواسطة الايميل او يتواصلون فيما بينهم بواسطة الايه الايميل تمام كده تمام دي مهمة بقى التعبير عن مواقف مستمرة بس مش في لحزة الكلام تحدث حول المضارع وليس بالضرورة الان يعني مش ضرورة تكون بتحصل الوقت وقد تستغرج مدى زمني طويل يعني ايه مدى زمني طويل يعني فترة زمنية تستغرج فترة زمنية زي مسلا فترة الامتحانات ده مسلا اسبوعين ده اه ممكن تقول مضارع مجتمر زي المثال ده علي بيمتحن الامتحانات النهائية هذه الايام دي ما بتحدثه الان ولكن بتكلم عن فترة زمنية فيها حدث ايه هو اللي باين او ظاهر او الاساسي في الفترة دي في حياة شخص ما مسلا تمام والمسلا انا بقرأ كينجلير رواية كينجلير تمام هنا مش معنى اللي انت قاعد اربعة عشرين ساعة بتقرأ لأ مسلا بتقرأ شوية بعدين اه او مسلا حد بسلا انت بتقرأ الايام دي هتقول له ايام رواية كينجلير تمام انا بقرأ الايام دي ايه اه رواية كينجلير هل ما زلت تعمل في لندن ده مش حدث مؤقت او حدث مسلا يحدث الان لا هو في الحالة دي بتاعته او الفترة المدى الزمني اللي هو بيسأل فيه اه بيشتغل او مش بيشتغل طبعا ايبقى الكلمات اللي بتيجي فترات زمنية كلها كلمة مهمة مش لا ما زالة تمام تمام التعبير عن الضيق او عدم مهمة دي رقم اربعة دي مهمة جدا يا شباب التعبير عن الضيق او عدم الرضا عن احداث يكون بها الناس بشكل متكرر تمام بمعنى ايه يعني مسلا في واحد بيعمل حاجة غلط بيضايقك على طول بيعمل حاجة غلط بيضايقك على طول تمام نشوف كده المسال ده بيجي غالبا مع كلمة ايه بشكل مستمر هلطرب لك مسال الوقتي مهمة جدا ولكن معتز مسلا بيروح هم درس دايما متأخر فهو داخل الفصل فالمستر بيقول له انت دايما او رايح الدرس ناسي انت دايما بيتيجي متأخر فبيقول له لا والله يا مستر ده اول مرة ما قاله لا انت دايما بيتيجي متأخر فهم يقول له ايه you are always coming to school late انت دايما بيتيجي متأخر فده فعل مستمر عنده يؤدي بيعبر عن الضجر أو الضيق وعدم الرضا من استمرار شخص ما بالقيام بفعل شيء ما تمام مثلا واحدة اسمها سامور بتكلم صاحبها وبتقول عن عمرو بتكلم عن نفسي فواحدة ساحبتها بتقيل لها سامور دايما أو هي بتتكلم دايما عن نفسها تمام تمام يقول لك مثلا هم مش بيشتكوا مش بيشتكوا من حاجة واحد تنقل مراد عليه يقول له هم دائما يشتكون فده تعبير عن الضيق أو عدم الرضا بستخدم المضارع المستمر تمام بشكل متكرر تمام زي الأمثلة اللي احنا طربناها دي تمام وصف الصور انت بتشرح صورة بتورد الصورة الواحد بتقوله ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وبتقولها في زمان الصورة في الزمن المستمر او في الصورة الجميع يستمتع تمام كأنها حية كأنها صورة حية تمام كده التعبير بقى عن المستقبل رقم ستة في غاية الأهمية التعبير عن الترتيبات المستقبلية اي التعبير عن احداث تم الترتيب لحدوثها تمام في وقت معين في المستقبل وفي هذه الحالة لابد من وجود تعبير زمني دال على المستقبل يبقى لما اجستاذي المضارع المستمر التعبير على المستقبل لازم يكون في تعبير زمني بدول على المستقبل وحكذا تمام اختي تتجوز الشهر الايه الجاي اكيد في ترتيبات وحاجات وشاء او حوار بيجاهزوا فيها من زمان تمام اقول لك مثلا اي ام فلايينج او اي ام ترافلينج تو لندن انا سأسافر الى لندن اي هاف بود ماي تيكت انا اشتريت تسكرتي وانت ترتبت في حدوث شيء ما فهيبقى مضارع مستمر عند التعبير عن الحقائق الثابتة نستخدم المضارع البسيط حقائق ثابتة نستخدم المضارع البسيط وليس المستمر يعني مثلا الاسود يأكلونا اللح دي حقيقة مش حاجة مستمرة قلنا باستخدم الحقائق مضارع بسيط تمام عند التعبير عن العادات برضو العادات اليومية باستخدم المضارع البسيط وليس المستمر مش هينفع هنا مضارع مستمر ليه عشان دي عادة عندها فتبقى مضارع بسيط عند التعبير عن جداول المواعيد طبعا عارفين ده برضو باستخدم المضارع برضو لإيه المضارع البسيط جدول معات سابت باستخدم المضارع البسيط بولك هنا زي المسال ده مضارع بسيط بيغادر الساعة ستة بكرة مشان فاقول ليه لان ده معات سابت يعتبر عادة سابتة تمام تمام استخدم المضارع البسيط دي خدناها في الفيديو اللي فات اه شرح الافعال التقريرية والافعال الحرقية تستخدم المضارع البسيط وليس المستمر مع الافعال التقريرية ارجع للفيديو هتلاقي شرح كل الحاجة بالتفصيل زي افعال الحواس وافعال الادراك والمشاعر والملكية تمام مش هينفع الوف هنا لان مش هينفع حطرها اي ان جي ليه حتى اندفع من الادراك افعال المشاعر في افعال بتيجي منفع استخدمها كده وينفع استخدمها كده ارجع للفيديو وانا شرحها بالتفصيل تمام تمام نشوف عندنا تقريبا اه تسع جمل وبعدين عندنا اه تدريبات كتير عندنا تقريبا تلاتاشر او ستاشر كم تمانية وعشرين جملة على كل المضارع المستمر والمضارع البسيط مهم جدا 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 والصيغ دي برضو هنبقى نشرحها ان شاء الله تمام وقال لك هنا ايه كريم لا يستطيع الذهاب للخارج معنا تمام عايز اقول هو بيراجع او بيذاكر عناشان امتحنته طبعا دي بكلم في المضارع عندي كانت هنا كانت او ده مضارع دي ماضي هستبعدها ودي ماضي مستمر هستبعدها دي ماضي مبني المجهول هستبعد دي مبني المجهول هي هنا فاعل فهتبقى بيذاكر او بيراجع مش هتنفع ايه مبني للمجهول هنا عربيتي مش متاحة الان او مش متوفرة ايه النهاردة ات ايه عايز اقول بتصلح في الجراج ات ده عايزة علي ايه شباب على العربية مفعول ولا 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 فاعل مفعول تمام مبني المجهول انت بالزمن مضارع ولا ماضي مضارع يبقى هستبعد ايه ماضي دي ماضي مستمر معلوم مش هتنفع دي ماضي مستمر مبني المجهول مش هتنفع ده مضارع ده مضارع مستمر ولكن مبني المعلوم تمام انا عايز مضارع مستمر مبني المجهول يبقى تفحص تمام او بتفحص في الجراج نشوف اللي بعد كده بيقول لك هنا ارسال الخطابات لم يعد ايه شائع في هذه الايام ليس العديد من الناس او قليل من الناس معناها القليل بيستخدموهم طبعا القليل من الناس تمام ايه زي هنا الحالة نهي الحالة اللي هو ايه شيء كان مستمر في الماضي ولكن لم يعود مألوفا الان تمام زي التعريفات اللي انها فوق والاستخدامات اللي انها فوق تمام سما انا اعتقد ان هي هتحقق ايه اه هتحقق هدفها يبقى سما عايز اقول اه عايز اقول هي بتذاكر علشان تبقى دكتورة ها اعتقد اللي هي تحقق ايه هدفها سما مفرد اولا مش ياخد ماضي انا بتكلم في المستقبل مش ما تكلم في الماضي انا بتكلم في المضارع هي الدزاكر اللي كي تصبح ايه دكتورة يبقى رقم خمسة بيقول لك احمد انت دايما بتستخدم او الشحن بتاعي احمد هذا مزعق ده مزعق يبقى عايز اقول مش هتنفع ده ماضي مش هتنفع ده ماضي مش هتنفع اقول ايه دي حاجة مستمرة بيعملها على طول وبتدايق يبقى هتبقى ده ماضي تمام لو كنا بتكلم في الماضي كانت تنفع ما فيش مشكلة انا بتكلم في المضارع حتى از هنا دي مضارع تمام مش هتنفع ايه ولا بيه هي تبقى بس مضارع مستمر عن حدث متكرر يضايق شخص ما تمام كده استخدم معه كل حاجة ترتبت تمام اي نيويورك نكست فرايدي ده ده انا قلتها لك انا هسافر لنيويورك الاسبوع الجمعة الجاية يبقى كل حاجة ترتبت يبقى زي المسال اللي قلته لك دي مبني المجهول مش هتنفع مش هتنفع اصلا لان ما فيش واولا ما باستخدمهاش مع الحاجات اللي ترتب لها خلاص اهي برضو بس مش هتنفع تمام ليه لان حاجة ترتب لها خلاص مش مجرد نية او قرار لنما جون جتوب تجي مع النية والقرار لسه معنتش حاجة لنما هو بيقول لك هسافر الجمعة الجاية ده اكيد هو قطع التشكر وحاجة كل حاجة وزبط الدنيا البقرات تأكل العشب وليس الخبز وليس اللحم ده حقيقة حقائق ثابتة يبقى تمام مش هتنفع تمام لان ده حقيقة دي مش مبني مجهول الكوز فاعل وهنا مش مضارح تام انا لا استطيع شرب هذا الشاي عايز اقول طعمه مسكر قوي او تست ولا تستس ولا از تستد اقول ات ايه تستس ليه? عادي اقول مذاقه. مش هينفع هي مفيش عملية للتزوج هنا. بوصف الشاي. بوصف حالته. ان هو مسكر. بوصف الحالة. يبقى مضارع بسيط. تمام? مش هينفع آآ مضارع مستمر هنا. ولا هتنفع التأسل المفهود دي ما بيجيش بعضها المصدر. بضف لها مش هتنفع هنا مش مبني للمجهول. تمام? عايز انه بوصفه. بوصف حالته. يبقى كده. اخر جملة معايا. الساعة ستة ايه? خمسة وخمسين دقيقة غدا. عايز اقول الطيارة هتمشي الساعة ستة غدا. آآ ستة خمسة وخمسين. ما عاد ثابت يبقى تقلع. تمام? مش هتنفع لان مفرد. هتاخد الاس. ومش هتنفع ليه? لان ده معاد ثابت فهياخد المضارع بسيط. ومش هتنفع برضو. تمام? يبقى تم كده يا شباب. ده كان درس بسيط كده. ان شاء الله الفيديو الجاي. آآ يمكن التعبير عن الترتيبات المستقبلية بالطرق التالية. ازاي تعبر عن الترتيبات المستقبلية. في غاية الاهمية. في غاية الاهمية. في كزا طريقة. احنا اخدنا الطريقة الاولانية اللي هي المضارع المستمر. المضارع الايه? المستمر ممكن نستخدم المضارع التام مع فعل معين اللي هو تمام? تماما عندي فاكرة. تماما نجي نشرح الحتة دي وندوس في الثمانية وعشرين الجملة الجيين دول. يلا ندوس ما فيش مشكلة. تماما? احنا اخدنا التعبير على الترتيبات المستقبلية بالطرق. يعني ايه التعبيرات على الترتيبات المستقبلية? يعني بتقول ان في حاجة اترتب لها وهتحصل في المستقبل. تركيب الجملة هاستخدمه ازاي? او تركيب الجملة هيبقى ازاي? او الطريقة او الزمن اللي ممكن هستخدمها. زي ما قلنا? اول حاجة ممكن اقول او زي المسال ده. المسال التاني ده. ستقابل اصدقائها اللي اتنين الجاي. ده معناه اللي هتكلمتهم و هتتبت معهم و هتقابلهم يوم اللي اتنين. في ترتب حصل. تمام جابلك المضارعة المستمرة كده از والفرب بلاس اي ان جي يبقى في ترتب حصل في الموضوع. تمام? تم ممكن اقول بصغة تانية? اه. قال لك ممكن اجيب فاعل. وبعدين هاف او هاز او ارنجد دول مصدر. انا رتبت او جهست. يعني جهست. رتبت. تمام? لي فعل الشيء ما. زي المسال ده. هاز ارنجد. اهي هاز ارنجد. لمقابلة اصدقائها نكست من داي. تمام? نكست من داي. دعنا نجيب في المسال ده. تمام? رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. الفاعل. وهاف او هاز. ميد ارنجد منتس. قام او قامت او قمت بالترتيبات. ميد ارنجد منتس تو والمصدر. تمام كده? تو والمصدر. زي المسال ده. رقاية. هاز ميد دو فاينال الرنجمنتس. هاز ميد دو فاينال الرنجمنتس. يعني قامت بالترتيبات النهائية. تو جيف هير برث داي تمورو. النهائية تعمل حفلة عدم لادها بكرة. تعمل. تمام? تمام. الترتيبات الرابعة. everything is ready او prepared او arranged for. تمام؟ وكايا is giving her birthday tomorrow. ماجابش مساحة لدي. مفيش مشكل. تبقى انا عندي اربعة طرق. مضارع. استمر. امو وهيز او المصدر. وهنا عندي مضارع بسيط اللي هو او آآ مبني المجهول هنا. كل حاجة او او ايه? والآ اكيد اسم او آآ ايه نجي برضو. تمام كده? تمام. بعد الصيغة صياغ المستقبل بتعبير عن الترتيبات المستقبلية. اكيد سهلة وبسيطة وانتعرفها ان شاء الله. لاحظ. تحويل جملة المضارع التام المنفي الى مضارع مستمر مثبت بالصيغة التالية. آآ كمان. لاحظة كده? ركز في الكلمة المكتوب. تحويل جملة المضارع التام منفي. جملة ايه? مضارع تام منفي. يعني جملة مضارع التام منفي. يعني haven't و hasn't. الى مضارع مستمر مثبت. الى مضارع مستمر ايه? مثبت. يعني بحول مضارع تام منفي لمضارع مستمر مثبت. طب يعني ايه مضارع مستمر مثبت? يعني am او is او are still with verb plus ing. still with verb plus ing. تعال كنا نشوف المثال ده ونشوف هو حول ازاي. ماريام hasn't finished feeding او feeding the baby yet. ماريام لم تنتهي من اطعام الطفل حتى الان. ده معنى ايه? اللي هي ما زالت تطعم الطفل. ماريام is still feeding the baby. ما زالت تطعم الطفل. بمعنى اللي هي ما خلصتش. معنى اللي هي ايه شباب? ما خلصتش. تمام? تعالوا نشوف بقى الجملة اللي عندنا عندنا تمانية وعشرين جملة في غاية الاهمية. اول جملة بقولك هنا بسم الله. احنا عندنا حفلة ايه? نكست نكست يعني الحد الجاي. تمام? عايز اقول هنا ترتيبات. تمام? يبقى طب التانية مش هينفعه ليه? مش هتنفع مضارع بسيط. ليه? لان مع الحفلات وحاجة بتدل على المستقبل. هي يبقى مضارع مستمر. اولا مش هتنفع لان ما فيش تمام? سانيا اعرف اللي هي بستخدم معنى والقرار السريع والانية والانية والتخاص القرار اللي انت يعني لسه بتنوي للمواد صايد او تمام? ما فيش اي ترتبات ولا اي حاجة حصلت. لسه نية او قرار بس. دي مبني المجهول مش هتنفع لان هنا فاعل. تمام? كده? تمام. اللي بعد كده. ها. اي كتب حتى الان. ها. عايز اقول انا مش بقرأ كتب الان. يبقى مضارعة مستمر. انا مش بقرأ. دي مضارعة تام. ايش دعوا بيها. دي مضارعة بسيط. اصلا مع اي ما بيجيش الاس. مش هتنفع لان في او او بتدل على المضارعة المستمر. هذه الليلة. او الليلة. معنى الليلة. ده سؤال اولا. تمام? مش هتنفع لان هي ما بتبدأش السؤال ابدا. ولا هنا هي مش هتنفع. تمام? اه هنا تدل على الفترة الزمنية. هل هيجي معنا الليلة? ها. هل هو مرتب يجي معنا النهاردة? يبقى تمام كده? مش هتنفع مضارعة بسيط. ايه بتكلمش على عادة ولا اي حاجة هنا. بتكلم عن ايه? بتدل برضو على المستقبل. ترتيب. تمام? يا لك من ولد ايه? كسول. هو عايز يقول له هنا لماذا لا تفعل الواجب بتاعك? اولا بجيب بعد الفعل المساعد. بعد استفهام الفعل المساعد. ده جايب للفاعل يو مش هتنفع وهنا الفاعل يو مش هتنفع. اه. ار يو? والله ار انت يو هو بيقول لما لا تفعل الواجب? يبقى ار انت يو ضاينج. لماذا لا تفعل? مش لماذا تفعل? طبعا عرفت منين? لانه بيقول له هنا وطلز يبقى يا لك من ولد ايه? كسول. طعم? عملك او شغلك الان. عايز اقول يفحص الان. ده مبني المعلوم. مش هينفع. العمل مش هيفحص نفسه. ده برضو مبني المعلوم. مش هتنفع. عندي هنا فحصة الان مش هينفع. با كما شاهدوا في الماضي. يفحص ايوه. مضارع. مستمر مبني المجهول. بدأ لك بالمفعول. والتصريف التالي. او اقول لك هنا عدد المتقدمين للوظيفة او المرشحين للوظيفة. عايز اقول بيزيد. اه خلال الفترة اه ككل. تمام? ولا از انكريسينج ولا بيينج انكريزد ولا بي انكريزد. ها مش هتنفع لوحدها. لازم يبقى قبلها فيربي تو بي. تمام? لان فيها اي انجي. ممكن. طب بيينج انكريزد. ممكن تبقى مبني المجهول. بس لازم يكون قبلها برضو فيربي تو بي. بس مش هتنفع. بي انكريزد مش هينفع جيب المصدر وبعدين انكريزد. لازم يبقى مفقوكة ام او از او ار. تمام? يبقى تبقى العدد بيزداد خلال الفترة اه الماضية او الفترة اللي احنا فيها. ولكن انا استطيع ان ارى او انا ملاحظ ان كمية القمامة او الزبالة يعني بتنقص ايه بشكل تدريجي بشكل ايه تدريجي طبعا بشكل تدريجي يبقى الفعل بيوضح لك اللي هو لسه مستمر او مستمر تمام? تمام يبقى اولا هنا تعامل معاملة المفرد ودي يعني مصدر مش هتنفع. طب هي مش مصدر يا مصدر وجاية فهي اسه هي مضارع البسيط بس هنا مش مضارع بسيط هنا المفروض مضارع مستمر ليه? عشان قال لك بشكل منتظم. يعني الحدث لسه شغال على فترة بس شغال. از ولا ار هتبقى از ليه لان وست عامل معاملة المفرد ار مش هتنفع اه? طبعا بتقل. رقم تمانية اه عايز كأنه بيقول يعني هل انت بتسمع الراديو ولا في له. اولا ده سؤال مش هينفع ابدأ بالفاعل. هنا مبني المجهول بس هنا المفروض فاعل هل انت بتستمع? مش هتنفع. يو برضو هنا فاعل مش هينفع ابدأ بها السؤال. يبقى ار يو ليسنينج ار يو ايه اللي بعده احمد احمد يو اه هي عايزة تقول له احمد او عايزة يقول له احمد انت دائما بتقطعني عندما اتحدث توقف عن ذلك لو سمحت ده مزعج جدا تمام يبقى حد بيعمل حاجة بشكل مستمر مزعجة او بالدايق ها يبقى اه الفعل اه الفعل المساعد اما او ازو او او كونستانتلي والفرب فلس اي انجي تمام يو انتروبت اولوز لا مش هتنفع مضارها بسيط يو اولوز انتروبت برضو مش هتنفع مضارها بسيط لا هي مفهود ليه لان الفعل المساعد ده ها بيجي بعد في المساعد بيجي بعد انت دائما تقاطعني توقف عن ذلك انها مزعج جدا لا احد فينا لا تستطيع ركوب الدراجة في هذا الحقل دعم المعاملة المفرد فهتاخد او هنا يا شباب لحزة مش هتبقى ديبابني المجهول مش هتنفع هو اقول نحن هنا هتبقى فاعل محدش فينا بيركب حاجة مش هتنفع. تمام? هنا مش هتنفع لان هنا تعامل معاملة المفرد. يعامل معاملة المفرد. تمام? اه يبقى او احدش مشموح له ان يركب عجلة هنا. رقم حداشر. هما مش مستعجلين. دي يا شباب يعني الجملة دي. الجملة دي بتدل على ان الفعل يعني او الحدث او الكلام يعني في المضارع المستمر. بتدل على ان الكلام موجود في المضارع المستمر. وليس بتكلم عن حقيقة او عادة او اي حاجة. فقط ذلك بستخدم المضارع المستمر. يبقى كأنك بتقول لحد محدش بيجري يعني في الناس دول. او العيال دول. هما مش مستعجلين. يبقى الفعل بتاعهم ايه? محدش بيجري. مش هتنفع لان اولا بتاخد ان لو هاجيبها مضارع بسيط. هتاخد الفائس زي دي. يقضي مش هتنفع لان هو مش مضارع بسيط. وهنا دي مبني المجهول مش هتنفع. ايه انت مش هدارة تشوفني. ده ايه? مش بلطقت سيلفي. تمام? انا واقف خلفها القاميرا. ايه انت مش هدارة تشوفني ايه. ده مش ايه? مش سيلفي. تمام? طبعا ده فعل مستمر انا اقف خلف القاميرا. انت مش هدارة تشوفني. ايه ده مش سيلفي. تمام كده? لو مش عمل السيلفي هتشوفه. انما هو واقف جنب اللي بيصور ومش عمل القاميرا الخلفية. تمام شيئا? انا واقف خلف الكاميرا. فهمش هدارة. في الكواليس يعني. تمام? تمام. تعالوا بقى نشوف اللي هي الحالة الخاصة. عايز اقول هو عمره ما بيساعدني. وانا ايه? يعني حزين حيال ذلك. اولا زي مش هتاخد الاس مع المفرد دي. هنشوف. انا حزين. هم دايما بيساعدوني. وانت حزين? لا. في دي تناقض في المعنى. اولا ما بيجيش اه ما فيش عشان تدفل الفعل اي ان جي. يبقى تبقى تمام? ابدا لا يساعدوني. انا حزين حيال ذلك. اولا ده سؤال. مش هينفع يبدأ بالفاعل. وهنا برضو بدأ بالفاعل. وهنا جيب لك الفيرب بلاس اي ان جي مش هينفع جيب الفيرب بلاس اي ان جي والفعل اللي قبله مصدر. يبقى هل هو يجري? هل هو يمشي او يجري? هو بيمشي هو ماشي ولا بيجري? عارض يقوله كده يعني. ده مزعج. طيب عايز اقول هي ابدا لا تقول الحقيقة وذلك مزعج. هذا مزعج. طبعا رقم كم? رقم خمستاشر. يبقى اه اولا شي لو هتاخدها كده من اجرى اي فعالة مساعد يبقى جيب اس. فمش هتنفع. علشان المفروض شي بيجي معها الاس. طبعا مضارية بسيطة يعني. شي ما بتاخدش دونت. تمام? هي ابدا لا تقول الحقيقة وهذا مزعج. ممكن يكون صح. هي دايما تقول الحقيقة وهذا مزعج? لا. المعنى مختلف. يبقى تبقى رقم سي. هي دائما هي ابدا لا تقول الحقيقة. وده مزعج. اي لانها حيال كل شيء. وعندك الفعل عايز اقول لي هي بتشتكي دائما حيال كل شيء. تمام? آآ نادرا ما تشتكي. طب انت مش بتحبيها عشان نادرا ما تشتكي من شيء ما. لا المعنى مش متسك هنا. بالمفروض شيء على الاقل. تنفع. بس مش هتنفع. عمرها ما بتشتكي من شيء ما. طب هي عمرها بتشتكي. انت مش بتحبها ليه او انا مش بحبها ليه. المعنى برضو مش متصب. دائما ما تشتكي. ايوة. تعمل شيء مستمر بجداء الناس. يبقى بتساوي دائما ما تشتكي. لكم سبعتاشر. بيصحوا بدري اه في الصباح ودائما وهم ايه بيحبوا كده. تمام? اولا ما بتاخدش الايه المصدر ده. بتاخدش المصدر بضفة لاني ده مع المضارعة البسيط بس مع المفرد كمان. اولا آآ الظرف ده. المفروض يجي بعد فمش هينفع هنا. تمام? آآ الله مصدر على سيدنا محمد. ثانيا انا بقول آآ هنا باتكلم عن عادة ولا حاجة بتدايق. آآ قلنا ان باتكلم بس لو حاجة بتدايق او حاجة بتدل على عدم الرضا. فمش هتنفع. تمام? يبقى اتكلم عن عادة عادية خالص عندهم. عادة عندهم. تمام? عايف لو آآ لو قال لك مسلا ده بيضايقهم. كنا خدنا هما دايما بيصحوا بدري وده بيضايقهم. فدي حاجة ايه? بتدايقهم. تمام? هنا عادة عادية خالص فهنقول آآ 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 تمام. طبعا بتشري بقولك هنا. عايزة اقول ان عربيتي دايما بتتعطل ان ازهقت منها. تمام? يعني حاجة بتدايقك. عايزة تقول ان عربيتي دايما بتتعطل. دايما بتتعطل. تمام? اولا انقار مفرد فمش هنفع عجيب. اصلا في المصدر مش هتنفع. برضو مش هتنفع. ليه? لان ده حاجة بتحصل باستمرار بتضيئك. فهتبقى دائما ما تتعطل. تمام? يبقى انش هتنفع. ولا بيوسيها تنفع. تمام كده? ليه? لان انا بتتكلم عن حاجة بتحصل باستمرار. يبقى الفكرة ان هي ايه? بتحصل باستمرار وبتضيئك. في هذه الايام. انا بتعلم اه ان كد السيارة بواسطة ايه? اه مدرب قيادة جيد جدا. تمام? تيتش هنا. يعلم. تمام? يعلم. تب الاي دي. فاعل ولا مفعول? انا تحت. شاطر. يلي قلت انا يتم تعليمي. انا ايه? انا يتم تعليمي كيفية القيادة. تمام كده? تمام. لحظة واحدة عايزة اشوف حاجة. تمام. يبقى تبقى مبني المقول. رقم يوشين بقولك هنا مونا. عين شمس. مونا. اه عايزة اقول بتشتغل في اه مستشفى عن شمس. ايام الخميس والجمعة. ايام الخميس والجمعة. طبعا شغل وكده عادة عندها كل يوم خميس وجمعة بتشتغل هناك. يبقى مضارعة بسيط عاي خالص. مستر ابراهيم او الدكتور ابراهيم دايما او يعرف ايه اللغة او المادة بتاعته. تمام? هي الليكتشور ان سوشال ميديا ات وميفرسيتي ايفري وينس داي. ايه تقول هو يلقي محاضرة عن او على السوشال ميديا في الجمعة. عن السوشال ميديا في الجمعة. كل يوم اربعة. تمام? دي عادة. يبقى عادة يبقى جفز. تمام? مش هتنفع مضارع هنا هي ما بتاخدش المصدر اصلا. وهي بتاخد هنا وهنا مش مستمر لانا بكلام عن عادة. مش ماضي يومش هتنفع. ابراهيم ريلي نوز هز سبجيكت. هي الليكتشور ان سوشال ميديا ايه ناكست ماندي اه. انا ايبقى ناكست وينس داي الاربع القادم. ايبقى في ترتيب وحاجات. المضارع مستمر. از جفنج. از ايه جفنج. تمام? اي ايه. انا عايز اقول ان اه اه شفت هنا? انا ارى العديد من الناس يعني بيتمشوا مع الكلاب بتاعتهم. اعزكم الله يعني انا اه الكلاب بقول هنا الكلاب ار اون اه الليش في ايه الطوق بتاعهم? ار وقت ولا وقت ولا ار وقت? تمام. ؟ هو ذكرلاك ده ايه? يعني كانه بيقول لك اللي انا شايف الكلاب في الطوق بتاعهم ده مع اننا الحدث مستمر. تمام? ايبقى ار ووكنγ تمام? وقت في الماضي مش هتنفع. لان زي من اكل الافعال اللي في الجملة مضارع. كل الافعال اللي في الجملة مضارع. هنا مش مبني المجهول لان الناس هنا هم اللي مسكين الكلاب. ار واكت. دي في المبني المجهول برضو في المضارع بسيط مش هتنفع. الجمل اللي بتضيق ناش كتير ولكنها بتقس فعلا انت فاهم ولا لا. تمام? بتغفتح اللي دول اعرف اللي انده مستوك عالي. اختي تساعدني اه في مشكلة معي في المس. ده معنى ايه? اختي تساعد. لحظة اللي هنا بناها بالمجهول. بناها بالمجهول في المضارع البسيط مش هتنفع. انا اساعد اختي? لا انت بتساعد بواسطة اختك. انا يتم مساعدتي بواسطة اختي. تمام? هي ده اللي هتبقى صح? ليه? لان هنا انا المفعول به. طعم? مفعول به غير مباشر. يبقى المفعول به. وام وبيينج والتطريف الثالث. اللي بقدر للصح رقمسين. المسألة بتتساعد? لا المسألة مش هتتساعد. انت اللي بتتساعد فانت اللي هتكون المفعول به الاساسي. تمام كده? لا تستطيع الرد على الايميل. هي هي مجغولة بالترحيب ببعض الضيوف. هي اخذت اه شوار. هي هستيكن هنا معناها ليه خلاص خليط شوار وانتهى الموضوع. ايو بي صح? ها? بتبقى يا شباب. بتبقى ايو بي صح? ليه? واجهة مش قادة ترد. ممكن يكون بسبب ان اللابتوب بتاعها اوفلاين عادي. فدي تنفع عادي. او هي مشغولة بحاجة تانية. فدي برضو وتنفع عادي. تمام? احمد مثال انا قلته لك. ده معنى ايه? احمد رتب. اها. مفوق ان نجيب شوية جملة كطارة على الصياغة الترتيبية المستقبلية دي. تمام? لانه هي ذكرها فوق. يستفض فيها شوية كان مفوق يجيب شوية اسئلة عليها. مش قمبليتين. ولا جملة حتى واحدة اه. ده معنى اللي هو رتب ان هو يسافر. يبقى هنا مبني المجهول مش هتنفع. احمد مش اه مش مبني المجهول هنا. مش مفعول. لا احمد هو الفاعل. هو ليسافر. احمد ممكن رقم بي دي هي لتكون صح. احمد هنا جابها مضارع بسيط مش هتنفع. تكلم عنها ترتيبات وحاجات. احمد 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 احم لم تنهي الطبخ حتى الان. ده معنى ايه? اللي هي ما زالت تطبخ. ايا is still doing the cook. دي صح. ايا hasn't done the cook yet. ما هي نفس المعنى. مش هتنفع هنا. مش هتنفع هنا مبني المجهول مش هتنفع. مش بتعمل هما الاتنين اعتقد ايه صح. ولكن هنا مضارع تام وهنا جاب لك مضارع تام. بس هو اقصد يجيب ايه الجملة اللي بتسويها. وان كان اللي تنفع بعضه. هي نفس المعنى بالزبط. hasn't hasn't done او finish ما فيش اي مشكلة. لم تنهي او لم تتم. ما فيش اي مشكلة. هي نفس المعنى بالزبط. السؤال اصلا مش مش تمام. هو في ايه? ما تجيب الاو بي. ما الاتنين ينفعه. تمام? بس هو قصد يقول ان هو او مش عايز نافي بمعنى اصاح. مش عايز في نافي. عايز شيء نافي من هنا. هنا في نافي وهنا في نافي. عايز يستبعد النافي فيقول ان الحدث ما زال المستمر. ما يضايقني اه عايز اقول الشكوى المستمرة بتاعته. او الشكاوى المستمرة ليه. شكواه المستمرة او المتكررة. ده معنى ايه? انه هو دايما بيشتكي. لا هو بيشتكي. ماشي. ما هي اللي بتسوي دائما او بشكل مستمر يبقى تمام? تمام. ده كان الدرس النهاردة. هي الجمل مش كتير ولكن عايزة تركيز. جمل عايزة تركيز. تمام? دي طبعا الجمل بتاع اسمها القصة. تمام? نقرأ شوية كده معا بعض ما فيش اي مشكلة. ينتقم من تيك ريفنج فور. تيك ريفنج فور. يركى نيل. التصريف الثاني او الثالث نيلت. يخون بتري. بتري يخون. خيانة تريسون. تريسون. تمام? سلطة اوثوريتي كما مهمة جدا. اوثوريتي. ايه خيانة تريسون يا شباب. تمام? سلطة اوثوريتي. ياخدى دي سيف. اتخلص من اعرف كلمة مهمة جدا. اتخلص من get rid of. get rid of. عدو انيمي. يثبت او يبرهن. بروف. بروفد. بروفن. يبعد دي كوي. يرسل رسالة. send a message. جنون مدنس. يعالج كيور. خائن. اه تريتر. تريتر يعني خائن. عندنا عشر جمل سهلين وبساط ان شاء الله. ولكن to get rid of means to. انك تتخلص من شيء ما ده معنى انت ايه كيور تعاجه ولا تقتله ولا تسيف تخضعه ولا تثبته طبعا هتبقى انك تقتله. طبعا يعني دي بقى الفز قوي قوي. عشان تتخلص منه لازم تقتله يعني. ما ترميه بعيد وخلو ازقين مشكلة يعني حالو الله يا رب. اه ما ينفعش تقول throw it away مسلا. ما ينفعش تلقيه بعيدا. ما ينفعش يعني لازم تقتله. تمام? البوليس عنده الايه? او لي ايه? ان هو يوقف السائقين في الشارع. عربية. اه ولا اه عربة يعني اه اثورة السلطة ولا مدنس جنون طبعا هتكون اللي هي السلطة عند السلطة الهواء في الناس في الشارع. لذلك هي كانت تستطيع ان هي تلعب مع اخويا الصغير. يبقى وضع ايه? على الفلور يعني تركع او متكع على الارض يعني اذا ارض يعني تبقى طبعا تبقى كانت متكع على الارض او ركع على الارض. في الماضي الناس لم يفهموا انه مرض. لم يفهموا ان ايه يكون مرض. انمي عدو ولا كارج عربة ولا اثورة السلطة ولا مدنس جنون اه مدنس يعني جنون. في قصة صديق المقرب. كان ايه? وكان عايز يقتله. يبقى كان ايه يا شباب? كان مخادع او اللي هو ايه? خائن. ها. طبعا هتبقى مش هتنفع عربة ولا اثورة السلطة ولا اثر مؤلف. العلماء لديهم المعلومات لان احتفاس الحراري مشكلة. عم تضم المعلومات اللي ايه يا شباب ان احتفاس الحراري مشكلة? اللي تثبت كيور يعالج مش هتنفع تقتل مش هتنفع يغضع مش هتنفع يبقى اللي هي تثبت. امام? اللي بعد كده عندنا السبعة والتامنا بقولك انا الدكتورز هو بتاعت. قد كترة بيعملوا ان هما هيعملوا ايه في العديد من الامراض في المستقبل كيور هيعالجوها ان شو الله يعني كلها يقتلوها ديشيف يغضعها وكروف هيثبتوها طبعا هتكون كيور. في الماضي. الخيول كانت بتقر ايه? اه حيث الناس يستطيعونها الجلوس عليها? اكيد كانوا بيقروا العرب اللي هي الكاريج. اكيد مش العدو واكيد مش السلطة واكيد مش الجنون. ده عكس كلمة ايا شباب عدو ولا كاريج عربة ولا سلطة ولا مدنس جنون. طبعا هتكون عدو. اللي هي عدو. عكس بعض يعني. انا اعتقدت ان هو كان يخبرني الحقيقة. ان هو كان يخبرني الحقيقة. بس هو ايه? كيور دي مي عالجني. اه نيلت مي ركعني. خدعني بروف مي اثبتني. طبعا هتكون كده? تماما. انا عم بلا جر شوية اسئلة في اسئلة في درس في درس. في غاية الاهمية تيه شباب. نخليها المرة الجاية ان شاء الله. لدينا صفحة هنا. وآآ نبي صفحة هنا. وكمان حد صغيرة هنا. مش مشكلة جايب كم سؤال عليه? تلاتاشر. وبعدين الترجمة والايه? والاختبار. تمام? تمام. كفاءة كده النهاردة في الفيديو ده. اتمامكم استفدتم وعرفوا انها طولت. اه اتمامكم استفدتم وفهمتم. ما تنساش تعمل اشتراك بالقناة ولايك فيديو عشان يوصل لك بعض من الناس. وفي النهاية سبحانك اللهم وحمدك. نشد ان لا اله الا انت. استغفركم واتوبوا اوليك. ونختم الصلاة على النبي. اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اشتركوا في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.